القدماء كود يطبخ على ضو ايه زين؟ أو قدر كاتم كبسة تحاشي ايه الشباب الأخياء الجدد يبون حاجات أسرع كيوتك ايوة خلاص قلته حالو نعم بس تحب العمل على ذلك كل ما طلع على البرشترة ايه ويضيع اضراضه اما القدامة اللي من سني لا تلقى عنده قدر له 22 سنة ايه وفراش نوم عنده 17 سنة ما يغير ابدا ايه ماذا تبلاش بو يلا حيهم ضيفنا اليوم عبد الرحمن السنيدي مؤسس السنيدر للرحلات وأتوقع كثير منكم سبقوا تعامل مع السنيدي اول محلات المشابهة بهالفترة من السنة مع الجو الزين والطلعات والكشتات والهايكينغ وغيره بنسولف مع ضيفنا اليوم عن عدة امور تخص هالنوع من البزنس مثل كيف تجيهم افكار المنتجات وصممونها وصنعونها بناء على احتياجات الناس كيف تأثر شغلهم مع اختلاف نوعية العملاء مع الوقت يعني واختلاف اهتياماتهم مثلا صار فيه اقبال اكبر من النساء على المنتجات ونشاطات جديدة مثل الهايكينغ والاشياء اللي ذكرتها سابقا هو شوضع البزنس باقي السنة إذا صار الجو حار وما يسجع للطلعات أمور كثيرة بنغطيها في حلقة اليوم بنبداها مع تجربة الضيف السابقة في البزنس وكيف تطور السنيدي من محل في بريدة لخياطة الخيام ومستلزمات البر إلى بزنس يخدم الناس بمنتجات متنوعة مع قائدات عملاء كبيرة سواء كان في السعودية أو في الخليج فأترككم الآن مع الحلقة حيك الله أبو حمد يا هلو مرحبا نورتنا اليوم والله الله حيكم أنا ودي أبدأ معك بسالفة السنيدي طبعا قبل لكن قبلها كلمني منتج حق البرنامج قبل الحلقة يقول اسألوا عن مدير المدرسة ما أدري وش اللي صار بينك وين مدير المدرسة قبل فضيحة أتمنى أنه مناسب للحفقة لكن يبدو لي فيه رابط بينه وين البزنس ما أدري وش ايه هذا طبعا قديم عام 1411 وحد عش مرح كنت شابه صغير البزنس عائلي طبعا والوارد بدي ايه فكنت أجيب بطلع سجل تجاري وأجيب عماله مرح ولازم يكون وقته أن بطاقك تكون متسبب لأنه فيه طالب متسبب طالب ما يقدر مرح فعلشان لازم أجيب ورقة من المدرسة أفصل من المدرسة وأجيب ورقة أني غير طالب فرأت للمدير المدرسة ودخلت عليه فقلت له أبغى ورقة للأحوال المدنية لكي أعدل من طالب إلى متسبب طالب إلى متسبب قال يا أوليدي قلت وشورقة تقول أنك المندب طالب ايه هبي ورقة فجلسان قاعد ينصحان التعليم كم كان أمرك أمرين ممكن بـ 22 أو أقل أو 20 والله ناسم هذه مرحلة كانت تقريبا ثالث ثانوي أو ثاني ثانوي ما قدر يقنعان جاي مصر بالنهاية بعد جلست عنده حدود 40 دقيقة عطانا الورقة وعلى طول من المدرسة للأحوال المدنية بس ما فصلت فعليا كنت في خطاب بس خطاب؟ لا هذا لازم فصل ها كنت بتطلع خلاص أني ليس طالب الحين خلاص انتهيت تركت دراسة ووقتها تركت ايه حب للتجارة لأن عائلة تجارية حنا طب ما في عد غيرك كان يقدر طلع السجل الآخرة أكبر كان مدرس والأخرة إبراهيم يعني محمد وإبراهيم وسلم لكن أنا اللي عندي الشغف والشيء هذا حماس أوجت عراسك يمكن طبعا راحت السنين وبعد مرور يمكن 23 سنة مدير المدرسة متقاعد وهو ضمن مجموعة من ساتذة ودكاتر ومعانيين غروب بالبلد فاقترح أن شركة السنيدي اللي لها دور اجتماعي لازم تكرر اجتهادا منهم وصلحوا درع وتواصلوا معي بعض الاشخاص من المجموعة وجو لمقر الشركة وقدموا شكروا جهود الشركة جهودها الاجتماعية فبالصدفة كان معاهم هو أكبر سنا فهو اللي لازم يقدم الدرع فكان جلسين وقفين مجموعة حوالي يمكن عشرين أو خمسة عشر ما أذكر للتكريم وكان هو اللي قدم لي الدرع وهو يقدمه تذكرة اثنين وعشرين سنة قبل دم جالس يقنعني أني أضل بالتعليم كلمتوا عن الموضوع ما كلمتوا يمكنني عاد يشوف الحالة يشوف الحالة لكن استاذ فاضل ومربية جيال بس وقتها أو خلنا نرجع للمرحلة اللي بدأ فيها الوالد البزنس وش كانت الفكرة ببداية الوالد كان من الناس الأوالي اللي رحلوا للرياض من المدن الصغيرة إلى الرياض كانت هي يعني مقصد الشباب قبل سبعين سنة للعمل فبدأ بأعمال مهنية وانتهت بالخياطة كانت المكائن الخياطة ما في كهرب على الرجل مكينة ميب كهربائية ثم انتقل بعدها إلى بريده عام تقريبا 1385 تقريبا أو 82 حجري واشتغلوا مع أخواني محمد بدأ البزنس في بريده أو في الرياض بدأ بالرياض وانتهى ببريده حلو ف أخواني أكبر مني كانوا يشتغلون مع الوالد تعرف كان بالسابق شغل يدوي كله خياطة حتى في بريده خياطة ليه خيام الحج كانت بسيطة احتياجاتها البادية خزنت الراوية الماء اللي يحطونها بالددس منول يرون فيها البادية ما في وعيتات ولا وكانت أشياء بسيطة وقتها استمرت الأمور حتى الموال اللي هو بدأ العمل الاحترافي اللي يوم أطلع سجد تجاري عمل وربعمية ووحد عشر وش اللي خلاهم يقولون يلا لازمون نطلع سجد تجاري أنا شاب وعندي حماس وناصلا من يوم أنا صغير وأنا أحب البيع واشراب فيها أشياء ثاني ممكن ما قال أهلك كنت إدارة التعليم كانت تصرف شيء اسمه تغذية اللي هو تغذية تصرف للطلاب جلس أربع سنوات ويصرف فأنا تحق بالتعليم قبل ما ينقطع سنتين أو ثلاث سنوات أو سنتين فكان التغذية أخذها ولا كلها بالمدرسة لما أطلع أجمعها وبيعها بريالين أيها تبيعها من؟ بيعها بالحارة حال بريالين ذالوقت غير طبعا غير ريالين غير ريالين مثلا تلقان أيام إجازة هاو خميس كان اللي جلز الخميس هاو الجمعة أروح مع الوالد للسوق لجريده بريده ومن أروح أشري خمسة ريال أو ثلاثة ريال جرائد الجريده بنص من أقعد بشار أبيعها أبيع بريال في الربح مئة بالمئة كانت طبعا هذا عائلة تجارية تشغل تبيع أحض اللي يبيع فصفص اللي يبيع كل يبيع من نشاته العائلة له دور تأخذ ابناءه مصاريد السوق الأب يأخذ أولده للدكان من أول يسمونه أو للجرده أو للسوق أي مهنة فيتشبع بالمهنة ذي ويطلع عليها فلتلقى الحين كثير من رجال الأعمال نجحوا انتداد هالشي يعودوني عليهم أنهم سقار تعال بيع واشتروا بعد فترة تصلح سياكل الحارة تقديم خدمات الحين فمثلا السيك الخربان جنزير منفلت رقعة الأستك فبالبيت فاتح جمعي عدة والذي يخرب سياكل وها صلحه صلحه بعشرة ريال خمسة عشرة ريال طبعا المنافسة مهمة فاذكر طرع لي منافس الحارة صلح سياكل معك فنزل السعر فوش سينت وجهت له تهديد تعرف صغرين بعدين دقيته يعني ضربته عشان عصابات وهي اللي يصير الحين البزنس بالشركات الحين المنافسة بس إنها هذه منافسة بالحارة شريفة ديك ايوه خب بعد دقيته الصباح والعاصر قاعدين نلعب نوياه فرفع الأسعار بعد فلص نحترم نفسه وصارت هنا وش اللي كان ما تخليك للتجارة مع الوالد وقته كان طبعاً زي ما قلت لك أخواني قبلي أكبر من اشتغلوهم مع الوالد حارة ويعرفون المهنة الخياط ودخلت معهم على نفس الخطة تفصيل تفصيل السيارات الوانتات ودخلت معهم على نفس الخطة أنا صغير وقته داخل معهم يأخذونا للمحل وأشتغل معهم بالمحل وش اللي بدي يشكل شكل السنايد اللي نعرفه اليوم أنا تعرف دايماً الشاب الصغير عنده حماس أكثر من الكبير فكان عندي طموح وطلعت السجل التجاري جبت عماله واهتميت بالخياطة وبدأ بكرة الانتاج تتوسع حالو طبعاً لمين فترة من الفترات صار فيه طلب على الخياطة بشكل أكبر فاستدعى أن نجيب عمالها أكثر حالو وحنا كأخوان نشتغل مع بعض الوالد عاد بعدين خلاص نخل الشغل من ذلك الوقت يعني من عام الف 410 وقبل خلينا الشغل حالو الله يرحمه يغفر الله إن شاء الله فبدأت البكورة تطور تطوير المنتجات يعني عام مش خلاكم تقولون بنتخصص الحين بالعوزر الرحلات وتسرع بتواجه هذه بدنا مختلف عن اللي كنتم طلعنا من الخياطة إلى بيوت الشعر وقتها كانت موضات الناس تحط بيوت شعر فهي اغتنام الفرص وقتها في البيوت كنتك اي بيوت الشعر كانت أول ما بدأت فهي فرص فاغتنام الفرصة بدأنا بعمل بيوت الشعر حالو وتطور المجال هذا بعدين صار فيه يجي طلبات احتياج بالناس اللي تطلع للبر من أول الواحد اللي بقى يطلع للبر ياخذ بطنية وفراش ومربوطا بحبل وياخذ أغراضه بكرتون فطلعنا اللي هو الفراش النوم سيبينباك خياطة محلية ماشي تقيل عن المم بعدها بدأنا بشنط بدأ للواحد ما ياخذ كرتون حصل شنطة تقوماش حالو بعدها بدت هالفكرة كيف إجاب منتجات تناسب بيئة عام سبعة وتسعين ميلادي صار عندي طموح واخواني ما قصروا وعطوني الضول أخضر شجعوني بشكل كبير فرحت لأمريكا مع أحد الزمل كان دارس من هناك درس هناك محمد الخميس الله يذكر بالخير فجمعنا داتا لأكثر من ست شركات أمريكية بعدة ولايات والرحلة استمر تذكر فوق الخمس وعشر يوم أو شهر ماذا البيانات التي كنت تجمع من الملحقية التجارية الأمريكية ماذا كنت تدور شركات تبيع لوازم الرحلات لما طلعت هناك جلست مريت كل الشركات تبادر إلى وانا بالعودة طبعا تم جلب بعض من شركة من الشركات بواعة لكن مي مناسبة لبيئتنا وانت كنت رايح تدور منتجات رايح بس تورد لأن حدنا مشكلة بلدنا لما جاء النفط بنستدرد بنطلع على الموضوع بيزنس عموما لما جاء النفط استوردنا كل شيء السعودية استوردت استوردت المهندسين استوردت البضايع استوردت فجبنا ثقافات من برة صارت صارت اللي متحفنا الحين هذه ما لا علاقة لكن يتكلم فيها تلقى الحين المتحف فيه مكينة خياطة هندية مروحة هندية كرتون بيبسي هذا مو تراثنا هذا دخيل بسبب النفط منتجات متتوردة قلنا متتوردة ايه وعد منه هذه الشيء عاد الرؤية اليوم نظرت للشيء بس مش خلاك تروح امريكا ايو اتبادر الى ذهننا انه خلاص الناس تستورد من اوروبا امريكا كانت ايه هذا مفروض انه التب استورد كل شيء حتى الاغذية الماركات الاغذية الماركات كلها منها الغرب كان واللي صدمك انه صدمني انه لقيت كل شيء مكتب عليه تايوان مدين شاينة صناعة صينية خيب وش الفرق اني ما اصير مثل الشركات دي والنوعية الظاهرة انها تختلف حتى ما تقدر ما تختم كنا في الاحتياجات المحلية واحد شاب صغير رايح بيقلد الشركات العملاقة دي بس لا الطموع فبعدها بدت الفكرة انه كيف اجيب منتجات لان جبت المنتجات دي ما تناسب مع بيئتنا تناسب البيئة تلغابات الانهار يعني السلع المصنع دي ما تناسب بيئتنا بيئتنا صحراوية الشمس لازم سلع تتحمل البيئة الحرارة الحرارة لكن منتجات دي مصنعة للغابات خيام بلاستيك للغابات للانهار طريقة جلوسهم طريقة طهيهم معدات تناسب بالأوروبيين وأمريكان فبدأت فكرة اني كيف نصنع لان الاصل اننا حنا نخيط هي القاعدة اننا حنا نخيط ونشتغل فراحت وجبت اشياء جاهزة تقيت لا ممكن نفس اللي نطور منتجات اللي حنا نخيط او نشتغلها او نطورها بالمحل طلعت فانت تقصد انه في البداية كنتوا تخيطون منتجات انكم ما لا علاقة توجهكم الآن بعدين بدأت تطورون منتجات تخيطونها برضو لانكم نجال هذا ثم فكرتوا تتوسعون انكم تستوردون منتجات اللي ما تقدرون تخيطونها ايوه فحاولت اني اطلع للصين كانت ارحلة صعبة وقتها لأول مرة كانت كنت تطلع منها عارف ومن من البحرين الهونج كونج وبعدين من هونج كونج الى داخل الصين تاخذ يوم ونص طيبة العملة اخذت وقتها شيكات سياحية اخذت دولارات اخذت بطاقة فيزا وقتها انا ما دلش يواجه جهز كلش سنت كم دي كانت بعدها يمكن قبل قبل عام الالفين اذا ما في شيء برحلات مباشرة من الرياض ما في الحين لا خلاص الان فيه مباشر ثماني ساعات وانتهناك اي وكان روحتك للصين عساس تشوف المصانع تشوف اي فبادت المحاولات الخاطئة والمشاكل والدربات بالموضوع والخسائر ويضحك عليك اي وش كنت بتصنع ها وش كنت بتصنع ابي جيب عدد ودوات للبر مصممين هانتم هذا الحين رح تبك استكشف الاسواق والمصانع بس قلتك انت تدور شي جاهز نكستور ايه جاهز ونصنعه من القبيل فجلس الموضوع يترنى حوالي ثلاث سنوات لمين عاد بعد كذا بدت تستقر الامور وجلسنا بعد خمس سنوات ثلاث سنوات وبعدين خمس سنوات فبدأ تطوير منتجات صديقة للبيئة عندنا تناسب معاداتنا تناسب معاداتنا وتقاليدنا وبيئتنا بدين ننطور منتجات وش أول منتجات بدين تتطور هنا اللي كان عليها أكثر طلب وقتها طبعا اللي حاجة اللي حنا نخيطها هنا بدين ننطورها حنا نخيطها بايدنا ونودي هناك ونصنعها بطريقة احترافية عشان الكل فتكون أقل وبجودة عالية نتخيطها كنموذج أولي إيه لازم نصنع العينة هنا سواء معدنية أو كهربائية أو نصنعها هنا وبعدين نطلع تقول له سووا زيبي إيه لازم تشرف عليهم حلو فأول منتجات هو الشي اللي كانت طبعا الأشناط وما الشنط هذه البدايات نفس حق الخياط اللهم تنتجات كفاءة أعلى تطورت الكراسي هم من الخيام هم من بعد كذا ما تخص الطابق وما يخص الطهي في عصر رقمي متغير باستمرار المواكبة هي أساس النجاح ولأننا رواد المستقبل الرقمي نوظف خبراتنا وقدراتنا لنمكن نبتكر نبدع في تبني أحدث التقنيات وتوفير الحلول بكفاءة وذكاء Solutions by STC وش اللي كان يرشدكم للمنتج التالي اللي تحتاجون تطورونا؟ طبعا المستهلك لها الدور الكبير بعلم التسويق اللحن دراسة السوق تسمى حاليا يعني نتلمس وش يبيه المستهلك؟ حلو شلو نتلمس؟ أنا بعرف تفاصيل أكثر هل يعرف تفاصيل أكثر؟ هل لي مثلا جاك خمسة شخاص طلبوا عزبة بشكل معين ولا بسعة معينة؟ هل تقول خلاص لازم نحن نطورها؟ هي من جانبين حنا نطلع للبر ونشوفه احتياجاتنا والمستهلك نفسه لما يجي ويأخذ منتج ويجيك يقول لك لا أبغا وللو تعديل لأن عندنا خياطة وعندنا حدادة وعندنا ترهيم بعض السلع وقته فالمستهلك يرشدنا فنصل إلى منتجات متطورة للبيئة أو البيئتنا فتحديدكم للمنتج التالي اللي بتطورون ومن تجربتكم الشخصية ومن الطلبات اللي تجمل عمله؟ أيوة من الطلبات تطورة موضوعي لأنه يجينا أفكار يعني أو تطوير منتجات من العملاء ونأخذها بمقابل مبلغ مالي حلو أنا بجي معك على نفصل أكثر في موضوع تطور منتجات بس قبل أهودي يعرف الخط الزمن اللي نكمله بس إليه ما وصلته للسنيدي بشكله اليوم هذا الكلام اللي ذكرته رحلتك للصين تطور المنتجات كله كان خلال عملكم في بريدة فقط نعم متى توسعته وانتقلته للرياب بدأ الموضوع بيع الجملة أو المحلات بدأت تظهر محلات الرحلات محلات صغيرة لأنه احتياج السوق يجي ناس يدخلون بيلبي احتياج منطقه مختلفة مثلا بحايل أو برياضة أو بالدمام أو مناطق يأخذون من عندنا الكميات على دارزان على نص دارزان وقته كميات بسيطة ويفتح الواحد محل ما يكلفه ويمكن وقته خمسين ألف ريال يشتهن منكم بضاع ويرجع بيها ايه ويرجع عيد ربحي جيد كان وقته ويتوسع وبعض المحلات صارت عملاقة الآن خلال 20 سنة سؤالك انت تقول كيف طلعتوا من المنطقة ايه وشالسي اللي خلالك تقررون تطلعون من بريدة وتصيرون متواجدين ايه فعام 2009 بدأت الخروج من المنطقة بدأنا بالرياض فرع واحد وبعدين فرع ثاني ثم بعد كذا حفر الباطن خميس مشيط وجدة وبالنهاية الآن في متجر اكتروني يكون يغطي المنطقة كاملة السعودية وما زلت المستمرين تبعون جملة طبعا عند القطاع جملة هذا ما زل شغال ويخدم العملاء ويعني فيه خدمة ما بعد البيع للعملاء من ضمانات من اللي ما يمشي عنده يرجع وخلاه وش الآن الأنواع المنتجات اللي تطورونها وتبيعونها للناس اللي بدأخذها كافئات ولا كذلك دخلنا بعدد مجالات كثيرة ما هو بس يعني ما يخص السيارة وتجهيز السيارة ما يخص الهايكينج ما يخص الباربيكيو الآن الشيواء ما يخص الطحي ما يخص الغازات وخلافه ما يخص الشنط والخيام الفرش النوم البسط الكراسي المرتفعة الكراسي الأرضية دخلنا بالألوان ألوان إيش؟ ألوان المنتجات بظل الرؤية وتوجه الدولة خلال السنوات الماضية تأثير خطى العرب اللي هو برنامج ثقافي من أهم البرامج مسعودية قدح فكرة دكتور عيد الياحية أنه يجيب منتجات تكون تحاكي بيئتنا فجبناها بالمنتجات جبناها أين؟ جبناها للسوق زي القطة العسيري زي النقش النجدي للمنتجات بسابق كان يجيك ما يسمونه الغبار نقش موجود من نيوغزلافيا نقش خاص ببيئتهم بعد قصة اقتورت والتصميم بحيث كم استوحاة التصميم واستوحاة من الثقافة المحلية اللي هو من تعرف بلدنا مترامي لأطراف من عسير من نجد من الحجاز وهكذا حلو المنتجات اللي يدخل موقعكم الإلكتروني على سبيل المثال أو زر محلاتكم المنتجات يبدون لي مهيئة لموسم واحد في السنة فهل أنتم تبيعون على مدى السنة بنفس أتصور الشتاء مثلا لا هو تعرف المواسم تختلف لكن كل موسم من له معدات معينة أتصور طبعا الشتاء يمكن هو الوقت خلنا نقول الشتاء والربيع هو يمكن عزه كان هو الرأس لكن تنوعت يعني من عندك الجنوب جنوبها السعودية مصيفنا تشتغل بالصيف بلاه معدات خاصة حلو أنا أريد أن أعرف الأشياء هذه اللي خلنا نقول سواء الأحداث أو المناسبات أو الأوقات اللي تبيع لك غير الشتاء الشتاء من شاء الله سوقكم ماشي والناس عارفينكم يجونكم أول بول يشترون من عندكم بس بعد ما ينتهي البراد ووقت الكشتات ووقت الطلعات وش تبدأ تبيع بعد الفترة أيوة عندنا السعودية مترامية تلطراف وفيها مختلف التضاريس مختلف اختلاف الطقس فيشتغل عندنا ما يخص الصيف الناس تطلع لحدايق أو تطلع للمناطق الباردة بالجنوب أو طلعاتهم تكون ليلية فيحتاجون معدات تناسب الليلية الطلعات الليلية بالنهار الجوع مش مصوحار فالناس تبدأ تطلع بالليل فلاها معدات هذه طورنا لها معدات كثيرة دائما عندنا تطوير للمعدات اللي تناسب مع المناطق وكذلك تناسب مع الأوقات والمواسم موسم الصيف موسم رمضان رمضان يكون له معدات اللي هي الجلسات الخارجية أو الدور ما يسمونه لسه مر الناس تجلس بهوالطلق فيحتاجهم جلسات معدات فمتنوعين بل عدد والأدوات بحيث أنه تخدم جميع الشرائع كذلك السيارات احتياج السيارة سواء بالصيف لا احتياج اللي بيسافرهم بس بالطرق لهم احتياجات شمسات أو أماكن الأكواب أو غطى القير يسمى الخروج أو الطبق يسمى الخلف للسيارة شنطة العفش فيها أكثر من 500 منتج هذه تخص بس السيارة والرحلة الصيفية حلو فالمنتجات اللي تبيع اللي تمشي تتغير حسب الموسم وحسب الوقت وحسب لازم تتغير حسب الموسم والوقت وكذلك الافتكار المنتجات مستمر عندنا كيف يأثر هذا الموضوع على عملية التصنيع والتسويق والاستيراد والتشغيل بشكل عام عندكم في الشركة هل أنك مثلا تقول أني بصنع من الشتاء من السنة اللي قبلها وبعدين ببدأ أصنع منتجات الصيف طبعا يعني اللي يبدأ الافتكار المنتج ومن ثم استخراج العين الأولى ثم أنها الموافقة هم من عادي يبدأ بعد كذا إنتاجه هذا قصدي بشأنك ما وضحت سؤالي أتصور المخزون اللي يبيع ما هو بواحد أنك تضطر تغير في المخزون بشكل مستمر أي يستمر المخزون ما أنا أتخلي حق الشتاء يقعد معك إلى نهاية السنة طبعا هي في مشكلة تصنيع افتكار المنتجات و جيب الاستيراد الكميات الكبيرة أو تصنيع كميات الكبيرة وضريبته اللي هو السكات المخزون يعني يصير عندك دربات زون زايد خسائر بالموضوع هذا بسبب الموسمية الموسمية أو اختلاف أذوق الناس أو اختلاف عادات وتقاليد الناس قاعد بالأون الأخيرة تختلف أذوقهم الناس وتختلف احتياجاتهم بشكل كبير في تسارع لسبع سنوات الأخيرة هذه المواسم فالمناطق برضه نفس الشيء المناطق نعم تصور اللي بيع في الرياضة المناطق الجنوبية الشمالية فترة الفترة البرادة والشتاء والبرادة نقول مدة طويلة القريات أو سكاكا أو عرعر أو تابوك المناطق الجنوبية زي ودى الدواسر والرياض فترة الشتاء أقل بس هل الأشياء اللي اشترنا في الشتاء هل منطقتين نفس الشيء لا يختلف وش الاختلافين طريقة تجلوسهم مثلا مناطق الرياض تجلسون على كراسي بالحدائق وخلافه أهل الشمال قليل الكراسي يستخدمون الجنسات العرضية القهوة العربية اختلاف الثقافة يغير حتى يغير لو دور بالتسويق ولو دور بالسلاع مثلا منطقة الحجاز اللي جدة ومكة لا احتياجات معينة من الطائفة البابها وخميس لا احتياجات معينة فنحاول نتلمس احتياجات جميع المناطق بالسعودية كذلك دولة خليج لا احتياجات معينة ومنتجاتنا تناسب مع كل المناطق ليس منطقة واحدة فقط ممكن تستخدم دول الخليج او الدول العربية كذلك انتم لكم تواجه دول الخليج حاليا نعم فيها عدة عملة بدول الخليج وعندنا كذلك عملة او مرتادين من دول الخليج يجون بسياراتهم يعني يتسوقوا ما هنا سواء فروع الرياض او الحفار او اي منطقة اذكرت قبل شوين الناس تغيروا فوش التغيروا اللي لاحظته بالسنوات الماضية في العميل اللي يشكل النسبة الأكبر ايوه العميل يختلف لانه طلع جيل جديد ثقافته مختلفة عن الاجيال السابقة اللي من سني احتيها جناحنا من سني وحواليه مختلف عن جيل الشباب اللي طلع بره ودرس بره او يعمل الحين بشركات استخدم التقنية صارت يختلف طريقة طهيبية الشواء الحين القدماء كود يطبخ على ضو ايه او قدر كاتم كبسة تحاشي الشباب اللي خيال جدد يبون حاجات أسرع كيوت ايوه خلاص قلت حالو نعم بس تحب العمال ذالي قلن سارة قلن شئ العميل العميل ذا هو اللي من أحسن شي طلع لك فلوسه أجد هذا ياخذ يشترك كل ما طلع على البرج يشترك ويضيع أغراضه أما القدامى اللي من سني لا تلقى عنده قدر له 22 سنة وفراش نوم عنده 17 سنة ما يغير هذا تبلاش فلازم نسكد لصار عميلنا كده فنشوف النسبة الأكبر عندنا عندنا الشباب المستهلك هم اللي صاروا نشكلون نسبة أكبر لان اي شكلون ما شاء الله كل شد والعوائل له دور الآن تعرف حدائق خلافه النساء كيف النساء لها دور جيد حقما الحدائق وطلعتها الاستراحات صار بي الهايكينج الحين الهايكينج في التغير ذا جعل فيها استهلاك مختلف عن السابق عندنا تشوفون الترندات الجديدة ذا حق الهايكينج والطلعات وما إلى ذلك ايه مع التوجه الجديد جابت لكم عمل جديد وثقافة المشي هذه والرياضة له دور باختلاف المستهلك على السوق المداعدة السوق كله سواء عندنا أو بس سوق كله عموما قاعد يختلف وتطوير المنتجات طورته شيء للنساء طبعا ضروري مسوق لهم ضروري طلبات النساء لها احتياجات ألوان خاص مثلا أو احتياج خاص أو يكون تطوير منتجات معينة فنأخذها بالعجبات وش فيه في بالك مثال على منتج معين يناسب النساء أكثر من الرجال للرحلات أو لل دائما المرأة تبيه الحاجة الخفيفة شنطة صغيرة اللي بهب بريق ملوان ودل ملوان شيء واجه وعقد لمبات رومانسي وجالسة خفيفة لأن المرأة تبيه حاجة رومانسية ألطف الرجل لا أخشن شوي فلو معدات خاصة أما الرجل القديم لا هذا عاد لمعدات مختلفة تماما مامعه لا قدر وملعقه يسوي فيها كل شيء سين وسكين ودافور بس أدري ما تبيه والقدر يحط بكل شيء جميع ويطبخ على طول أنت بيت بيع عليه عشرين شغل هذا ما نستبيت منه كل شيء له استخدام أما الشباب الأخير يجي يشتري عشرين قطعة ولا يستخدم إلى خمس قطعة ما يعرف يستخدم الباقي بسوط عليه بس تسويقيا من تستهدف على كده تبدأ تستهدف الناس الشباب أكثر من أن تستهدف الناس أخو نستهدف عام عموما سواء كبار جميع الشراح تستهدف تسويق ويركز على الاحتياجات السوق هو اللي حدد السوق هو اللي يتحكم فيك وليس أنت اللي يتحكم فيه نتبع توجه المستهدف حالو ودي أرجع نقطة الإجراءات حق التصنيع الآن جات بالكم فكرة منتج معين أي إن كان المنتج هذا ممكن تضرب لي مثال على منتج من بدايته إلى ما استوردته فهوش المحطوات مثلا عندك مشكلتنا مثلا الناس تعاني من مشكلة البيلات وشلوني حفظها وتكسر فسونا لها إجراءات معينة لحفظ الكاسات مين يصممها هذه عندكم؟ عندنا فريق الآن للتصميم حالو ليه؟ تعطونهم بس الفكرة تكونون من يحفظ البيلات وغلبها الشيء حنا كعائلة أو أخواني عندهم خبرات كبيرة نقعدين حنا مازلنا المطبخة الداخلي عندنا حالو وبعد ما تخلصونا تصميم ترسلونا المصنع صنع ثم تستوردونا أيوة نعم وكيف تأكدون أنه فعلا الشيء اللي صممته هو الشيء المناسب للناس هل فقط من خلال المبيعات ولا فيه لا 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 بدي يختبر المنتج وتهتم بالجودة اليوم أهم شيء الجودة جودة المنتج وخدمة العميل ما بعد البيع هذه مهمة جدا بس كيف تسمع منه بعد ما تبيع له ها؟ يعني جبت منتج الآن مشها منه كميات بس ما تدري وش رأي الناس فيه فاوشلون تبدو تتجمع الأراء هذا يستطور مثلا الموسم اللي بعده من خلال الفروع من خلال التعليقات بالتواصل الاجتماعي من خلال استقصاء منتج مع الجمهور هذه كلها عوامل وش أبرز من مشاكل التي تختفيها بالتصنيع سواء في التصميم أو التصنيع يعني تصمم منتج تعتقد أنه ممكن يلاقي رواج تجد أنه ما عليها رواج وش كان الخطأ يعني هذه ما تقدر تحكمها هي قبول المستهلك له طويل المنتجات يعني إذا طورنا مثلا مئة منتج ينجح تسعين منتج أو ثمانين منتج منتج عشرين هذه ربما تفشع سهل هل معناتها أنه سنويا على سبيل المثال في نسبة منتجات ثابتة دائما تفشل عندكم ضروري إذا كنت بتقود السوق تقود الغزم يصير عندك فشل وتوقع على العكس أنه ممكن أنت صممت منتج توقع أنه بيكون شيء جانبي وضعب معك أيه وفي منتجات بس إذا حققت نسبة ثمانين بالمئة منتاز تسعين بالمئة النجاح من المنتجات بس أنت تكون حاسب حسابك مالية من قبل أنه هذه النسبة غالبا بتفشل خلل السنة الجاية قروري إذا كنت زي ما قلتك بتقود السوق بتكون أنت المفتكر بالسوق للمنتجات والسوق يعني أصلا لا يوجد له تجربة سابقة موبي والله في سلع مجيوبة من بره وتقلد عليها يعني سي المنتجات اللي تجاب الكهربائي تجاب من أوروبا وكذا تروح تقلد عليها منتجات الشركة عندنا كلها مفتكرة فهذه له ضريبة وش اللي خليك ما تبقى تصير وكيل شركات أو تستور منتجات جاهزة أغلب يعني تكون أنه في أشياء مناسبة بأتنى تكون تحت رحمة الشركات هذه فلا أنا أكون أنا البراند شولو أنا أروح أسوق البراند أصنع براند والحين نشوف ما شاء الله صناعة براند تغذية عندنا شركات عملاقة زي هرفي أو كودو أو خلافو أو كيان أو مجموعة علامات محلية نجحت فقط العشرات أو المئات الآن جميع المجالات ليه نظل نستهلك براندات عالمية ليه ما نصدر حنا براندات بالضبط بسألك على التصدير هل شتغلتوا على الموضوع عالى أو أنكم تصدرون منتجات للخرج فيها عدة منتجات مطلوبة لدول الخليج وبعض الدول العربية فهمت تبيعوا الأفراد مثلا في دول الخليج وما تبيعون لا فيه أفراد نعم موزعين دول الخليج تمام فأنت بيعها تصدر الموزعين موزعون بالأمارات بدبي أو بوظبي أو بالعين شركات شركات تتوزع تبيع تعيد البيع حل فيتستورد من سنيدي وتبيع نعم توقعت أنه عمل يطلبون المجدر الإلكتروني وتوصل لهم فيه عمل يطلبون أو يأتون للفروع لأن تعرف الرؤية صارت السعودية مقصد سياحي لدول الخليج صح فتجد العمانيين والأماراتيين والحين بدنا نشوفهم كثرة بسعودية فصار فيه يعني إعادة بيع عليهم هذول وش قير لكم المجدر الإلكتروني في البزنس لأنه أنت قلت لي أنه بدنا مؤخرا بدنا مؤخرا و متعيسا فيه شريحة تحتى تبيع الخدمة دي وفيه شريحة لا يحب أنه يجي يتسوق يشوي القطعة يمسكها أنا كده ذهنية مرتبط عندي لازم أجي عاين بس فيه شريحة يحب أنه يشتري من الموقع هل فيه شريحة معينة الأغلبية يحب والتسوق زي سلعنة يحب الزبون يجي يتسوق ويجي ينضع القطعة جزء من التجربة من التجربة من منتج والله معروف على طول يشتريه يعرفه سابقا زي الوجبات أو السلعة الأخرى اللي معروفة مسبقا أنه سلعة غريبة ما تتشافها ما كيف يطلبها من هالموقع بس لحظة نوع معين من العمل اللي توجه الموقع قالبا سواء كان بالمناطق لا يكون اللي يطلب دايما هو اللي يعرف المنتج أو عميل أصلا للمحل فالعمل المتكررين هم اللي يطلب اللي يضيعون زين فهو عارف وش يبغى اللي يضيعون أغراضهم كل سنة يرجعون عندكم برضا تجارة بتصنيع المحلي غير اللي تصنعونه بره نعم وش بالضبط طبعا ظلينا نصنع محليا بعض المنتجات من أبرزها الحين يعني ما يسمى الشدود اللي هي للسيارات أو للبر من توانك سيارة أو شد يسمى على السيارة يستخدم للبر ويكون فيها ثلاج يصير فيها إنارة يصير فيها خزان الماء يصير فيه مطبخ متحرك مكان للغاز مكان للقدر الكاتب مكان لحول الكهرباء ترحيم سيارات أي اللي هي نقدر نقول تجهيز المركبات للبر هذا اسمها الفخم أيها اسمها الفخم تجهيز السيارات وهذه له شريحة يكون طبقة طبقة عالية شوي مقتدرين هذه يجيب لي السيارة دخلنا عندنا بالمصنع نشتر عليها بعد فترة يستلمها ينطلق للبر مكملة من الألف إلى الياب فأنت تجهيز أنها مكلفة عادة لأنه إيه يعني الواحد يجيب سيارة قيمة 200-300 ألف وبعد كده يسوي عليها الشراع هذا والكبينة الخلفية هذا اللي يشوفهم بسناب دائما اللي يصوروا لك الطلعات حقتهم آيوة الدراج اللي تسحب والغاز اللي تسحب وهذه تكون عندكم تصميم جاهزة تنفذ ولا العميل العميل يجي وبعدين نعرض عليها مقترحات وأفكار نسوي له التصميم يشوف صور نماذج صور يوقع التفاقية خلال من خمسة أيام عشر أيام عشرين يوم شهر يستلم زي ما قلتك سابق أن احتياجات السوق لازم تتوجه حسب احتياجات السوق وثقافة المستهلك حلو يعني حنا بلدنا تتميز بتضاريس وأماكن جميلة فالناس تبغى تطلع للبر مو بس بشتة بشتة والصيف وجميع المواسم بحكم التساع رقعة السعودية فالناس تحتاج السفر من منطقة لمنطقة اكتشاف مواقع أثرية أو متنزهات فيحتاجون تجهيز المركبة هذه بطريقة تخلي تريح بالرحلة من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تميز الموقع حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا للاستثمار المزيد في وصف الحلق بس شيء زي كذا متخصص جدا وحرفي وقالبا في مخاطرة حتى عالية بتعديل المركبات وشلون بديتوا ما نجبت الناس هذول اللي اشترون على تعديل المركبات الأصل هي الأصل الشغلة الأساسية لو رجعنا للوراء كانوا السيارات قبل ما تجي السيارة الجمس وانيتات يسمونها تشوفوا بالصور القديمة تلقوا وانيت عليها شراع من الخلف اللي كانوا يروحوا يودونها الطلاب ووقتها للمدارس أو الركاب أو للحج لو شفت صور للحج قديمة تبتشوف الفروت القديمة عليها شراع من الخلف بس هذا هي منطلقها فتطورت إلى ما يسمونها العقرب الشد السيارة هم من عاد بعد كذا التطور مستمر عليها مستمر لا يقف وهذا بظل المنافسة وتطول المنتجات تلقى التطور مستمر هذا ولو بناخذ تشكيلة الفريق اللي اشتغلونا على تعديل السيارة تصور يمكن في حدادة على سبيل المثال في مصمم يمكن في مصمم في حداد في خياط في كعربائي هذه كلها لازم تكون عندك فريق متكامل وإذا طحته في مشاكل تصور طحته في مشاكل سابق عدلت واشياء طلعت أو صممت واشياء تمفيذها طلع في مشاكل طبعا الفكر أنك تضمن للعميل كل ما يترتب على الموضوع ولو بعد استخدام صار عنده مشكلة جودة المنتج مهم والضمان والمصنع هذا فعلا مصنع ولا ورشة ولا لا مصنع مصنع صغير طبعا ليس معنى المصانع الضخمة مم بخط انتاج خط انتاج لأنه هذا تصنيع خاص يعتبر وش سوء يعني بس نفذون فيه التعديلات هذه ولا فيه شي يصنع فيه غير السيارات كوانك السيارات الالامنيوم اي او الأدراج هذه اللي فيها غاز وفيها مغسلة بس هذي كلها يدوية نتصور تسوى ايه فيه معدات لا لا طبعا تستخدم أنت المعدات الحديثة لازم معدات الضخمة ذي للقاس والطاعج وخلاف حلو بس ان كلها معتمدة على أشخاص يعني هم اللي اي ليس خرافيين هم اللي خرافيين نعم توقع ذي بر ارتفاع تكلفتها ايه هذا لما يكون عندك خط انتاج لمنتج معين تنتج منه آلاف هذا محتاج لخط انتاج لكن طلبات خاصة أنا ما عليها طلب كثير فما يسوى انك تنتج من كميات كبيرة نعم فاللي ذعد بعدين ان شاء الله تفتح تعيونه والناس ان شاء الله مع الرؤية ربما كل شي جايز متفائل جدا في موضوع الرؤية للبزنس هذا تهديد نعم ايه اكيد وش تحديدا فلدنا متوجه جميع القطاعات انا شوف لها مستقبل زاهر فلدنا متوجه لك بيصير من افضل الاقتصادات بالعالم باذن الله تعالى هل انتم الآن تعتبرون نفسكم الاكبر في السوق طبعا شركة السنية تعتبرها الاكبر والقائد للمجال هذا والمطور للمنتجات ويوجد منافسها والمنافسة صحية للبزنس مهمة جدا المنافسة ايجابية على الاطراف كلها على المتنافسين ترقب بخدمة العميل ترقب المنتج ترقب تطوير المنتجات فتحصل السوق السعودي بسبب المنافسة صارت قيادة بالمجال السادس تحصل زيكم من كما يحتكن في عامة الناس تصور حتى يساعدونكم تجيبون عملات ايه اذا كسب عميله ما رضى من خدمته مثلا بيتوجه غالب لكم لا هي اشوفوا التنافس يخلق سوق زيادة استهلاك فالجميع يستفيد التنافس الجميل فيه انه يخلق سوق لا يقلل مبيعاتك لا يرفع مبيعات الجميع فيه ناس غيركم يصنعون ايضا فيه السوق الان فيه مصنعين فيه مستوردين فيه مطورين لكن احنا بحكم اقدميتنا بالسوق نقود السوق بالمجال هذا لكن ارجع وقول انه المنافسة الصحية جدا لجميع قطعتها تجارية والمنافسة بالمجال ده ترفع الاستهلاك او قوة شرائية للاطراف كلها ولا توقع انك هددت احد من المنافسين بالضرب لا بس حقا السيكل وقس علي ربما طيب انذكرت في بداية حلقة موضوع الحوكم اللي اشتغلت عليه حكم انكم شركة عائلية نعم وش فيه شي تعتقد ممكن الاصحاب الشركات العائلية اللي قلين تابعون اللقاء بيستفيدون منهم في جربتكم طبعا سواء من مشاكل سواء من تحديات طبعا جميع الشركات العائلية اذا لم تروح للحوكمة نهايتها يعني تنتهي ما في شركة مؤسسة فردية او عائلية ظلت بطريقة بدون حوكمة الا تنتهي وهذه شواهد كثيرة بالبلد عندنا وذلك وزارة التجارة والدولة حريصة جدا ان الشركات تروح للحوكمة حيث انها تصير داعم للاقتصاد الوطني بس وش اللي دعاكم في الشركة انكم تقررون انكم تتجهون للحوكمة هل في شيء معين او انه عموما قلتوا لازم هذا مصير لازم ان ينتجه الحوكمة علشان تظل الشركة قائمة وجهد عشرات السنين زين وهي جزء من اقتصاد كل الشركات العائلية جزء من اقتصاد البلد ونعتبر انه جزء من اقتصاد البلد انه يجب علينا انه نسوي الحوكمة فما كان قصتي فيه اشكالية ادت للموضع هذا لا ما بي اشكالية اكثر منه ضمان استبرارية لا وتكون الشركة او الملاك يبعدون عن الادارة وتصير شركة قائمة بذاتها بيداراتها باقسامها تصير بطريقة علمية احترافية تناسب العصر وشلون نفذتوها يعني لو بناخذها طبعا تدريجيا وهذه مراثونة طويل يكون التطوير عشان تنتقل من مؤسسة فردية او من مكينة خياطة الى مؤسسة فردية الى شركة ذات مسؤولية تضامنية الى شركة ذات مسؤولية محدودة هم تنتقل الى شركة مغلقة او مساعدة هذا خط سير كل الشركات العائلية اللي نشوفها وصلت السوق سواء البورصة السوق الموازي او السوق العام فأنتم تخططون للطرح طبعا اي منشأة اليوم يطمح لكن ما زال احنا عندنا مرحلة تطوير بس كخطوات يعني غير مسألة انه مؤسسة الى شركة شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة المسؤولية مغلقة واشو الخطوات اللي اتخذتوها داخليين عشان تضمنون ان الحوكمة تتم بشكل جيد قبقنا الحوكمة كاملة من ساعتكم فيها مثلا قبقنا اي شركة تلجأ الى مكاتب استشارية بالمجال هذا بالتطوير تروح الانظمة عالمية بالمحاسبة والأربي طبق المعايير يصير فيه اداع الميزانيات بوزارة التجارة كاملة او تصير مجلس ادارة يكون فيه توصيات ومحاضر كل ثلاثة شهور من الشركة كذلك تودع بوزارة التجارة اوش ابرز التحديات اللي وجهتوها كعائلة بالتحول هذا هل كان فيه بتغير طريقة الشغل بشكل كبير ابرز التحدي هي المالك نفسه والملاك نفسهم عشان يقتنع سمونه الاونر اول تحدي الاونر المالك لازم يقتنع بالتحول لانه بيبدأ يفك التحكم ايه يفك التحكم وهذه لما يفك التحكم يعني معناته الشركة نجحت بس مخيف بالنسبة لهم فكيف انت ورخوان اقتنعت يعني واحد ماسك الفلوس بيده يسكر قفل الدكان ويفوالفلوس بمخباته كيف ينتقل المراحل المتقدمة ومش لا أقنعكم يعني فانكم تحولون لأقنعنا السؤال الحوادث او القصص اللي تحصل بس لما يروح المؤسسين تنهار شركة تلقى عمره ستين سبعين سنة خمسين ربعين سنة تنهار وكثير من القصص اللي صار لذلك علشان نتجنب هذا لأنه الحين الجيل الثالث حين الجيل الثاني الوالد مؤسس ومن حين أنا وإخواني الجيل الثاني فالجيل الثالث لازم يكون يطلع على الحوكم جميل يعني أسهم وخلص وين تنتهي المسألة فيه برضو سنة تحولت مع الوقت غير الخطوات اللي ذكرت سابقا من مؤسس الشركة اللي شركة مساهمة تحولت أيضا الشركة القبضة تحتها عدة شركات وش الفكر اللي صارت هنا طبعا الفكرة هي كالتالي إنو سوينا براندات تملك هالشركة براندات أو حيث أنها تختص كل براند يختص بسلع معينة عظيمة مثالة زيش فأبرز براند عندنا وتحته حوالي الفين منتج اللي شركة دي بي تي مقرة خارجة سعودية هي معنية بتطوير المنتجات وتطويرها ولقو وش سبب فصل يعني البراندات إلى شركات المستقلة تعرف لابد يكون عندك عد أكثر من براند كل براند يعني يتخصص بمجال معين ثاني أنه يكون تسجيله دولي يعني البراندات اللي نملكها مسجلة دوليا الحين بس ما كان شي ممكن يستم ضمن شركة السنيدي ليش كان مفروض يكون لها كيان وإدارة مستقلة لأن السنيدي هنا محلي كلهم هذول عالميين يعني أو دوليين كل سجلت عالمية البراندات سجلت عالمية الأكثر من دولة بس مقراتها في سعودية ولا أشوف أنه فيها أخطاء الأخطاء فروري تصير العقبات أي شي يصير لكن سر النجاح توكل على الله سبحانه وتعالى ودعاء الوالدين والإخلاص والصدق مع الشركة الأخوان نشتغل بقلب رجل واحد أي درامور ما نختلف عليها بس هل مثلا أولت في برايدة تحس أنك تطلع بدليل الرياض ولا مثلا في مشاكل معينة في التصنيع والتطوير تمنيت أنك ما تكلم أنه تحسف عليها كثير ما أنه تقول والله لو رجع بالزمن بنفس المعلومات بنفس الخبرة هذا الحاجة الوحيدة أنها التأخر بالحوكمة الحوكمة تنطلق من بعدها سير سهل الإدارة والشغل فكان قبلها الموضوع مرتبط فيكم كأخوان مرتبط بإدارة معينة إذا لم يتوجه إلى حوكمة وإدارة مفتوحة يظل ما فيه قدرة السيطرة والتوسع لما تتجه إلى الطريقة العلمية تصير سهل عندك التوسع وخضر القرارات السريعة من مجلس الإدارة وفيها الإدارة التنفيذية تنفذ بكل سهولة حسب وجهات مجلس الإدارة الحوكمة عالجت البطء وكنت تتمنى لو صارت نعم نعم مهمة جميل الله أعطك العافية محمد سألنا ونأخذ منك علوم زيادة إن شاء الله في التسجيل قبل ما تقفل الحلقة أتمنى إذا عجبتك تشاركها مع اللحولك وتقييمها بتقييم إيجابي سواء في اليوتيوب أو في آيتونز وإذا كان عندك ملاحظات عنها يليتك تشاركني إياها سواء على إيميل البرنامج أو حتى على حسابي في تويتر شكراً لمتابعتكم وشكراً لعبد الملك آل سعيد في أعداد الحلقة ياسر الغانم في إدارة التصوير في الإضاءة غالب محمد ومساعده ياسر كدشة في الإخراج البداعي وهاب موسى في الإخراج الفني مجد القرشي في العندس الصوتية عبد العزيز المزي في التحرير مرامو الضبيبان في التجهيز عبد المجد عمر وعبد الله بالفقي في محمد عبد العزيز أو في الانتاج التنفيذي رزاند هيثم هذا بتكاست والف بزنس أحد منتجات شركة ثمانية لنشر والتوزيق